توقعات برج الجوزاء لشهر أبريل 2021 تعيدك التوقعات برحلة سلسة في حياتك هذا الشهر سوف تتكيف مع المواقف بسهولة من خلال مرنتك التي تتمتع بها ستتحسن الأمور أكثر بعد اليوم العشرين من الشهر سيتم مساعدة جميع مشاريعك من قبل أصدقائك والقطاع الاجتماعي تساعدك التكوينات النجمية على اتخاذ القرارات الصحيحة زحل والمشترة مفيدان في صياغة مبادئك بينما يمنحك المريخ الطاقة والحماس ستجعلك التكوينات النجمية في الجزء الأخير من الشهر قد تحصل على مساعدة من جهات اتصالك السابقة عاطفياً تشير التوقعات إلى أن الحب سيكون عاطفياً وحنوناً خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من الشهر بعد ذلك يصبح الجو فاتراً أكثر وسيضيع الدفء الحقيقي يجب أن تكون مستعداً لمواجهة هذه التغيرات بهدوء ستكون الحياة الزوجية أكثر إشراقاً من خلال التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والاتصالات الاجتماعية خلال النصف الأول من الشهر سيوفر المريخ والزهرة الدافع والمودة في حياتك خلال هذا الوقت بعد ذلك ستكون الحياة روتينية ومملة وسيتمكن الأشخاص العذاب من جذب رفقاء الحب بتعبيرهم وحمسهم المفرد حتى الأسبوع الأخير من الشهر الأمر متروك لك لاختنام الفرص التي تصادفك يمكن العصور على الحب خلال رحلات العطلات مع الأصدقاء أو في اللقاءات الاجتماعية عائلياً تشير التوقعات العائلية لشؤون الأسرة ليست واعدة جداً سوف تكون بيئة الأسرة مليئة بالصراعات وسوف يفقد الانسجام بين أفراد الأسرة وستكون العلاقات مع الأشقاء مصدر قلق ويجب عليك استخدام خبرتك لتأسيس علاقة جيدة معهم الجوانب الكوكبية ليست مواتية للأطفال وأنشطتهم سيكون تقدمهم الأكاديمي أقل من المستوى وقد يكون لبعضهم مشاجرات مع سلطات المدرسة من المحتمل أن يكونوا متعجرفين مع كبار أفراد الأسرة يجب عليك مراقبة أنشطتهم بسرامة وإبقاءها تحت المقوى صحياً تشير التوقعات الصحية إلى ظروف صحية معاكسة تميل جميع الأمراض المزمنة إلى التفاقم وتتطلب رعاية طبية مستمرة أي إفراد في التساهل سيؤدي إلى اترابات صحية خطيرة في ظل هذه الظروف من المهم التركيز على نظام غذائي جيد وبرامج تمارين منتظمة للبقاء في حالة جيدة ستساعد الرعاية الطبية المناسبة في تقليل خطورة المشكلات الصحية مهنياً وفقاً للتوقعات للمهنيين ستكون هناك أخبار رائعة ستكون هناك فرص جيدة للغاية للنمو الوظيفي سيكون أداؤك ممتاز بالتعاون مع زملائك والإدارة يمكنك توقع الترقيات والمكافآت المالية للعمل الجيد الذي قمت به سيكون لديك الوقت الكافي للانخراط في الأعمال الروحية والخيرية لن يؤدي ذلك إلى تعزيز السلام العقلي فحسب بل سيفيد المجتمع أيضاً مالياً تتنبأ التوقعات بوقت صعب إلى حد ما لرجال الأعمال ستكون العلاقات مع الزملاء والموظفين مليئة بالخلاف وهذا سيكون له تأثير على الأداء المالي لمشاريعك الشهر ليس مناسباً لبدء أعمال تجارية جديدة وقد لا تحصل على دعم المؤسسات المالية ولن تكون الاستثمارات الجديدة مربحة يجب تأجيل قراراتك بشأن بدء مشاريع واستثمارات جديدة إلى تاريخ لاحق التعليم للطلاب لا تتنبأ التوقعات لطلاب برج الجوزاء بأي أفاق جيدة لن تكون تأثيرات الكواكب مناسبة للدراسة ولن يكون أداء الطلاب على مستوى العلامة سيجد طلاب التعليم المتقدم صعوبة في متابعة دراستهم وسيضطر طلاب التجارة والاتصالات إلى الكفاح بجد لمواكبة دراستهم ستتطلب الاختبارات التنافسية إرشادات إضافية ومزيداً من العمل الشاق لتحقيق النجاح توقعات السفر لبرج الجوزاء السفر لا تبشر توقعاته بأي فائدة للرحلات التجارية والأغراض المهنية سيكون هناك قدر كبير من السفر لكن المكاسب ليست متناسبة لن تكون قادراً على تعزيز أفاق عملك وينتهي بك الأمر إلى إضاعة الوقت والمال أما السفر في العطلة مع أفراد الأسرة لن يمنحك المتعة المطلوبة أرقام مهمة لبرج الجوزاء شهر أبريل 5-8-13 تواريخ مهمة لبرج الجوزاء شهر أبريل 16-19-27-28-29 وأخيراً في منتصف الشهر ستلتقي بشخص طويل النظر كانت تربطك به علاقة جيدة جداً شكراً للمشاهدة